النهاردة كان فيه لقاء بين الرئيس السيسي والسلطان هيسم بن طارق سلطان عمان في قصر الأوبة ده اليوم الثاني لزيارة السلطان هيسم للقاهرة واللي بتعتبر أول زيارة رسمية ليه لمصر من وقت ما تولى الحكم في يناير 2020 تم اللقاء يعني أو خلال اللقاء تم تبادل الحديث الودية بحثوا مصارات التعاون ما بين مصر وعمان تم توقيع عدد من الاتفاقيات وعدد من مذاكرات التفاهم وبعدها بيتعلق بإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للدرائب على الدخل وأيضا منع التهرب من الدرائب وتجنبها بالإضافة لمذاكر التفاهم خاصة بالتعاون في مجالات متعلقة بالسياسات والتطورات المالية كمان السلطان هيسم عمل جولة في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة زار الحي الحكومي تفقت سحد جامع مصر الكبير ودار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي ومدينة الثقافة والفنون اللي تصممت عشان تكون وجهة فنية عالمية بما تمتلكه من مباني ومنشآت عصرية سلطان عمان زار كمان دار الأوبرا وشاهد عرض مرئي حول إمكانياتها التقنية واللي تصممت وفقا لأعلى وأحدث المواصفات العالمية بعدها زار مدحف عواصم مصر اللي بيعرض قصة العواصم المصرية وزايد طوارت عبر التاريخ في نهاية الزيارة السلطان هيسى معبر عن إعجابه باللي شافه في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة من حيث البناء الفريد اللي بيعكس عراقة العمارة المصرية فاصل ونرجع نستكمل مصر جديد اشتركوا في القناة